من ذكر الله ذكره فاذكروني أذكركم إن ذكرني في نفسه ذكرت في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منهم رواه البخاري مسلم أي شرف أعظم من أن يذكرك الله في نفسه وأن يذكرك عند ملائكته والنبيين والصدقين والشهداء والصالحين من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة من سترى مسلم ستره الله يوم القيامة سواء ستره حسيا من عري الجسد أو ستره معنويا فلم يفضحه بعيب أو ذنب أسر به والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه و النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه الجزاء من جنس العمل يا من غدا من الذنوب في خجل وخائفا من الخطايا والزلل ارحم جميع الخلق وارجوا رحمة فإنما الجزاء من جنس العمل موسيقى